لو بتفكري تعملي عملية تكبير السادي وقلقنا منها ان هي تسببلك مشكلة سواء أثناء الرضاعة أو الحمل لا الموضوع ما بيسببلكيش أي مشكلة خالص موضوع تكبير السادي ما لوش أي علاقة خالص سواء بالحمل أو الرضاعة ده ليه لأن ان احنا بنحط الحشوات السلاكون تحت العضلات بتاعة السادي وتحت الغدة بتاعة السادي فبالتالي هي معزولة تماما عن النسيج بتاعة السادي اللي هو بينتج اللبن أو بيغزي البيب فبالتالي ما فيش ليها أي علاقة مباشرة ما بين الحشوة السلاكون والسادي نفسه فبالتالي ما لهاش أي أختار أو مضاعفات ممكن ليها علاقة بالحمل أو الرضاعة على المدى الطويل